بخصوص حالة الطوارئ الصحية لماذا حالة الطوارئ الصحية اليوم هذا الموضوع كان نقاش في المجلس الحكومة اليوم وكان دائما السياسة اللي نهجتها بلادنا في التعاطي مع هذا الموضوع هذا وبهذا المناسبة لا بد مرة أخرى من شكره يعني السلطة العمومية على المجهود الكبير اللي قامت به في المنكنة الأزمة ديال الكوفيد والتواجد ديالهم يعني في الشارع العام لحماية المواطنين لا بد أن نتوقف ونشكر هؤلاء جامعان ونشكر المهنية ديالقطاع الصحة لأنهم بالفعل قابوا بواحد المجهود كبير فاليوم واجحنا في منأن على الأزمات اللي ممكن أنها والانتكاسات اللي يعني الوبائية اللي ممكن توقع الحمد لله بلدنا في تحسنين وتحسنين مستمر لكن النقاش لكاليوم هو هو كيفاش أنه نوقف هذا المراسيم في المستقبل وإلى كانت الحاجة إن شاء الله لا قدر الله نتمنى وما نحتاجوش أنه يتيب السعانة بمرسومين من جديد فهذا الموضوع كان نقش اليوم كان حاضر اليوم في النقاش في مجلس الحكومة وأعتقد بأنه في نهاية هذا الشهر ربما تكون يعني تطورات لتمشي في الاتجاه هذا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر